فاز منشستر سيتي بالدور الإنجليزي وغدا سيفوز بكأس الاتحاد وبعد غد سيفوز بدور الأبطال لا جديد يحكى ولا قديم يعاد نحن نعيش عصر فيلسوف الكورة بيب جورديولا مفيش مدرب في التاريخ قدر يعمل اللي بيعمله جورديولا مش بكلمك عن أرقام والإنجازات وبكلمك بس عن إيمان لاعبي في أي فريق بقدراته وفلسفته الاستثنائية اللي عمله بيعمله جورديولا مفيش مدرب في العالم يجرؤ حتى أنه يطرحه على لعبته هيقوله مش فاهم أو بيفتي بس جورديولا واحده بس يقدر يقنع أي لاعب بأي طريقة بأي مركز هو استثناء كرة القدم على مر التاريخ أي وقت فيه مدربين كبار وتاريخيين بس فيه جورديولا واحد يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة حسم اليوم رسميا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أو بمعنى أضاق احتفل اليوم منشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي أمام شيلسي والفوز على شيلسي بهدف الفارس هدف دون رد إمارح كان أرسل طبعا بخسرته أمس أمام نوتنجام فوريست كان أهدى مبكرا اللقب ليه منشستر سيتي بس اليوم كان يوم الاحتفال لمنشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي حكاية ما بقدرش أقف كتير عند منشستر سيتي ولا عند بايرني ميونيخ ولا عند بارشلونا الفرق اللي دربها على التوالي بيب جورديولا أنا دايما تلقائيا لا إزي مقف عند بيب جورديولا هذا العبكري الاستثنائي والله هتشجعه وما تشجعه وش أنا قلت الكلام ده قبل كده أنا بيب جورديولا مششجعش أي فرقة بحبها بس هو بيب جورديولا زي اليومي الميسي برضو على حظ السيء إن اليومي الميسي ملعبش مع أي فرقة بحبها بس هو اليومي الميسي ما تدارش تعترف غير إنه ده استثنائي في كرة القدم في اللعب يعني وده استثنائي في التدريب بيب جورديولا ليوني الميسي بيب جورديولا النهاردة لما بيتكلموا معاه في بعض التقارير الصحفية بيقول لهم يعني كان مجهود صعب جدا بس الانتصار كله يحسب للعبين لا لا ما تهزرش الانتصار كله يحسب لك آه فيه في منشستر سيتي هالند فيه كيفين دي بروينا فيه محرز فيه جريليش فيه دياز فيه إيدرسون فيه ووكر فيه لعيبة ونجوم عظيمة وعبقرية فيه في باير ميونيخ كان فيه تشابي ألونسو كان فيه ليفا وكان فيه مولر وكان فيه كل الوكيميتش كان فيه أسماء عظيمة فيه في برشلونة طبعا إنيستا تشابي لون الميسي وسوارز وإدتو كل الأسماء العظيمة بس فيه بيب جورديولا هو اللي بيخلي الأسماء دي لو هي عندها مهارات وإمكانيات بنسبة ستة سبعة من عشرة بيخليها 11 من عشرة 12 13 14 بيخلي كل اللعيبة اللي معاه خارقين للعادة كان نفسي أرسنال يكسب الدوري بصراحة مكدبش عليكم وأنا مش عشان بشجع أرسنال ولا حتى عشان متعاطف مع أرسنال التاريخي اللي بقاله سنين ما بياخدش الدوري بس أنا كنت متعاطف مع محمد النني يعني كان نفسي محمد النني زي وزي محمد صلاح يبقى معاه اللقف في الدوري الإنجليزي بس المنطق والواقع والعدل يقولوا إنه لازم بيب جورديولا ده يكسب أي بطولة لا يكسب دوري يكسب دورة أبطال أوروبا يكسب كسل اتحاد يكسب دورة رمضانية يكسب دورة خمسية يكسب أي حاجة بيب جورديولا بصراحة مفيه زيه في العالم فاز مانشستر سيتي خلاص بالدوري فاز وتحسم خلاص المراكز كمان المؤهلة لدورة أبطال أوروبا واليوروبا ليج يعني هم نتكلم في أول مانشستر سيتي تاني أرسنال والتالت نيوكاسل والرابع مانشستر يونيتد أدي أربعة لعبوا دورة أبطال أوروبا وفي الخامس والسادس هيبقى بين برايتون وليفربول يعني ده خامس وده سادس العكس فخلاص يوروبا ليج بين برايتون وليفربول والأربعة الأولى اللي اتلاك عليهم والهبوط ساوس هامتون خلاص ضمن الهبوط ولسه بقى لسه في كلام على فرقتين التانيين ده الدوري الإنجليزي أهم دوري في العالم يعني سيتي حالة عظيمة جدا وأنا بس مع التأرير افتكرت جملة كان قالها بيب جورديولا قبل كده في حوار متستغربهاش يعني لما بيتسئل يعني هو ازاي بيقدر يشتغل طول الوقت وازاي بيقدر يشتغل بنفس الجودة دي طول الوقت وازاي إمكانياته العظيمة دي طيب جورديولا رد على السؤال وقال أنا عامل زي المرأة زي الست يعني أنا عامل زي الست اللي بتعرف تعمل أكتر من حاجة في وقت واحد وبنفس الجودة هو شبه نفسه كده ولما سألوه على فكرة إنه إزاي اللعبتك بتقتنع بأفكارك اللي هي الغريبة دي بيبجردون لها أفكار غريبة فقال لهم لو اللاعب وأنا جاي أقول له الفكرة حس إن أنا وأنا بقول هالو شاكك فيها مش هيصق فيها ومش هيعملها بس أنا وأنا بروح لللاعب أقول له أنت هتعمل كذا وكذا وكذا بقول هالو بحماس شديد جدا وبقول له أكيد هتنجح فيها فهو بيعرف على طول إنه هو واصق في كلامي أو أنا واصق في اللي أنا بقوله فبيصق في كلامي فيلسوف يعني فيلسوف حرفيا يعني مش اللي هو كلمتين وخلاص كده في علماش يعني فيلسوف بيب جورديولا زي ما دايما بيقول إن إحنا محظوظين إن إحنا عيشنا عصر ميسي وكريستيانو رونالد وطبعا محمد صلاح إحنا كمان محظوظين إن إحنا عيشين عصر بيب جورديولا استثناء بكل المقاييس رائع بكل المقاييس مدهش وصعب صعب جدا لما تبقى منافس بيب جورديولا لازم تشيل الهم هذا كلام على مدربين وفرق وجماهير لما يبقى المنافس بتاعك بيب جورديولا لأ إنت فرص مكسبك أقل بكتير من فرص فوزك آه ممكن تكسب استثناءا وليس القاعدة القاعدة عند بيب جورديولا أنا أكسب أنا أكسب ولما أخسر يبقى استثناء ولما أخسر يبقى أنا اللي عملت حاجة غلط جدا فخليت نخسر مش اللي قدامي عمل حاجة عظيمة حالة بيب جورديولا بصراحة مدرب مش طبيعي وطبيعي يكون أغلى مدرب في العالم وطبيعي جدا جدا أنه هو يكون عليه تنافس كبير 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 طول الوقت بيبجورديولا على فكرة في الحرات اللي اسمعتها له برضو لما بيكانوا بيسألوه أنت ممكن تمشي من برشلونة ممكن تمشي من بايرن ممكن تمشي من منشستر سيتي تمشي من أي فريق يعني تشتغل فيه قال لا أنا محبش أمشي من أي فريق أحب أطول معاه للأبد لما الفريق هو اللي بيقاش عايزني بمشي من عنده عشان كده بقولك أنه صعب العلاقة اللي بين بيب جورديولا ومانشستر سيتي تنتهي في أي لحظة إلا إذا إلا إذا مانشستر سيتي كان لها مشروع آخر تماما أو الإدارة بتاعت مانشستر سيتي يعني هبت منها كده وعمله زي بايرن ميونيخ وقال لك إيه أصله الرجل ده مش مناسب لأسلومنا ولا خططنا ولا طريقتنا ولا مشروعنا ولا الحال الوقتي يتحصر على بيب جورديولا طبعا تعرفين بايرن لما ماشى نيجلس منه وجاب تخل بايرن ميونيخ قبل نهاية الدولة الألمانية بإسبوع واحد يعني فاضل إسبوع واحد على الدولة الألمانية بايرن نزل للمركز الثاني بفارق نقطين عن دورتموند المتصدق اللي عاد مرة أخرى للصدارة وباقي لكل فريق جولة واحدة لإسبوع القادم وغالبا دورتموند هيكسب الدولة الألمانية يعني تخل اللي أنا بعتبره مدرب كابيجي جدا يعني بالمونيخ تخل هيبقى خسر مع بايرن أو خرج مع بايرن من دولة الأبطال وخسر في اللحظات الأخيرة مع الدولة الألمانية عشان بس بس يعني أوليفر كان المدير الرياضي هناك جات في دماغه إنه مشروع بايرن ميونيخ هيبقى مع تخل أفضل فمشى الراجل الناجح لو ناجل اسمان وقتها بتعسف شديد يعني نرجع تاني لي منشستر سيتي انتهت دوري والنقطة الأهم اللي أنا قلتها برضو قبل كده بعد ما شمانشستر سيتي وريال وهكررها تاني اللي بيحاول يتفه من قدرات بيب جورديولا ويقول إنه هو بينجح بس علشان خاطر هو بيعمل صفقات كبيرة وبيجيله لبن العصفور وعنده أحسن لعيبة في العالم انت غلطان غلطان غلط شنيع كل الفرق الكبيرة في العالم بتعمل صفقات كبيرة كل الفرق على فكرة أكي المدافع اللي لعب بي ليفت باك أو زير أيصر معظم الدوري التاني بعد رحيل كانسله ما كانش يعني اسمه خرافي يعني تمام كانسله لما جيه بيب جورديولا ما كانش إساسي في المنتقب الإنجليزي وبيب جورديولا نفسه أعاده احتياطي فترة من الفترات دياز بقى أفضل مدافع أو واحد من أفضل مدافعين في العالم وكان من سنة أو من سنتين كان أفضل مدافع أو أفضل لاعب في الدور الإنجليزي عموما مش مجرد بس مدافع إدرسون حارس كان يعتبر حارس مغمور يعني مش اسم كبير في العالم تمام كيفين ديبروين لو فاكين طبعا مع تشيلسي ورموه تقريبا يعني تشيلسي تمام مين تاني برناندو سيلفا آه شوية كان مع موناكو كويس بس يعني موناكو يعني مش شرط ينجح مع مانشستار سيتي مين تاني ديازم يحرز جايلك آس عايح بطل دوري إنجليزي مع ليستار سيتي جريلش كان بعض الناس بيقولوا عنه أنه هو أوبر ريتد وواخد أكبر من حجمه هتلاقي لعبة كتير جندو جان لعبة صب اتنين صليبي ومفوض مشوار ينتهي واحم النجوم فأنا المدرب اللي بزود اللعيبة دي اللي بخليهم أفضل وأحسن طول الوقت لازم ينسب لي الفضل ومعليش يعني هو مين اللي يخلي مثلا يعني واحد زي كانسلو ده واحد من أفضل الباكات في العالم واحد من أفضل لعيبة بمانشستار سيتي والبريمير اللي جي الموسم الماضي يمشي في يناير كده اطلع مش عايزينك خلاص خصص مهاجم الأساسي ستالينج الجناح الأساسي قبليه سانيل جناح الأساسي فانس الكمباني المدافع الأساسي عد بقى كام لعيبة كده استغنى عنهم برايح جاي مفيش مشكلة وكل شوية يطلع مين اللي يحط ستونز المدافع السيق يعني ستونز ده في بداياتهم عامشستار سيتي لو تفتكره كان سيق جدا جدا مين يحط ستونز المدافع اللي كان سيق مدراتهم بقى السيق يحطه في نص الملعب ويتقلق ويبدع يجيب كنسلو على الشمال يتقلق ويبدع هتحط لي مثلا هجيب لك كنسلو او الليفت باك وحطه في نص الملعب مع الرايت باك وحطه في نص الملعب يتألقوا يعملوا شكل تيكتيكي محترم أجيب برناندوسيل فحطوا جناح وحطوا شوية في نص الملعب عادي وزي الفل أجيب هالند أجيب هالند وهو لعب كبير من قبل ما يجي منشستر سيتي وأهدافه وأرقامه عظيمة بس الكل يقول لك أنه هالند مش هينفع يخش المنظومة بتاعت منشستر سيتي أو بمعنى أضاك مش هينفع يخش المنظومة بتاعت بيب جورديولا اللي عايز مهاجم مواصفات معينة هيلعب مهاجم وهمي ومش عارف إيه وده مهاجم صندوق مين يتصور هالند الليع بيتطوع له بالشكل ده في منشستر سيتي عشان يبقى هداف تاريخي في هذا الموسم كل ده مدرب كل ده مدرب رائع خطير خطير يعني يلا مبروك لمانشستر سيتي الدوري الإنجليزي حظ أفضل لأرسنال مع محمد النيني وأتمنى كمان نشوف ليفربول أحسن الموسم القادم بإذن الله ده بالنسبة ليه الدوري الإنجليزي هنا انتهت حيكاية الدوري الإنجليزي نكمل في المحلي نهاردة في الدوري المحلي الإسماعيلي قدر يفوز على حرس الحدود بهدف نظيف هدف سجله محمد الشامي في ديئة 54 كان فيه لاعب اضطرد من حرس الحدود في ديئة تانية تقريباً طرد مبكر جداً لحرس الحدود أثر على حرس الحدود ولكن برضو قدر يقوم لفترة طويلة ده بالنسبة ليه مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود أما مباراة غز المحلة وبيراميدز فبيراميدز فاز اليوم بهدفين دون أراد إسماعيلي عيسى سجل هدف الأول في ديئة 29 وليد الكارتي سجل الهدف الثاني في ديئة 45 ده هدف بحدايا من اللاعب يغازل المحلة هدايا يعني هدايا غريبة الهدف ده غريب جداً يعني ده هدف الأول جزوكا رجعها بشكل غريب جداً من صباح دي إسلام إيسى لكنه بيعمل له أسست يعني وصد هات جوة لكنه جاب جول في نفسه حرفياً يعني الهدف الثاني برضو غلطة من اللاعب بسط الملعب بيدي رمضان صبح انفراد بس المشروب بس خد خد انفراد إنت كمان إحنا هنوزع هدايا النهاردة النهاردة العيد بس رمضان تعامل معي بشكل كويس أود ده الفقر الدين بن يوسف فقر الدين بن يوسف الده كمان اللي قوليه كانت بشكل بقى جداً هدف تاني هدف في صراع بيرامدز نحو الحصول على المركز الثاني على الأقل لو مش المنافسة كمان على اللقب مع نادي الزمالك وفيوت شرب التأكيد الصدارة لنادي الأهلي طيب النهاردة من أخبارنا أخبار النادي الأهلي فالنادي الأهلي عاد لتدريباته النهاردة الاثنين ومارسي الكوروريان موديل فني عقد محضرة متولة مع اللاعبين قال لهم فيها التالي قال لهم كده أقول لكم بلسان مارسي الكوروريان أنا بشكركم على الفترة اللي فاتت والتحول الكبير اللي عملناه في بطولة أفريقيا من فريق بيخرج لفريق بيوصل للنهائي لينا كلام كتير طبعاً عن موجهة الوداد وأنا متشوق للبطولة دي قوي علشان نروح لمنديال الأندية لكن لكن ما تنسوش إن إحنا قدامنا ثلاث مباريات في الدوري عشان نكسبهم ونحسم الدوري وندخل نهاية أفريقيا وإحنا مستليحين المباريات اللي جاية صعبة أوي تحدث عن مباراة أمبي وقال إن أمبي فريق صعب قال لما تفرجت عليهم بيلعبوا كويس عندهم قدرات هجومية كويسة وفريق ما عندهوش خوف ولا رهبة ولازم نركز معاهم عشان هي مباراة صعبة في نفس الوقت عايزكم تحافظوا على نفسكم عشان النهائي لكن زي ما قلت محتاجين نحسم الدوري ده كلام كولر للعائم النادي الأهلي النهاردة رابط الأندية أعلنت النهاردة موعد الجولات الأخيرة المتبقية من بطولة الدوري المصري الممتاز من الجولة 31 حتى الجولة 33 في الموعد الجديدة اللي تم الإعلان عنها تم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بالجولة 31 من الدوري لأجل غير مسمى بسبب مشاركة النادي الأهلي في إياب نهاء دوري أبطال أفريقيا وتم تأجيل أيضا مباراة الأهلي والمصري لأنها أيضا تتعارض مع مباراة الزهاب في نهاء دوري أبطال أفريقيا لأهل هيلعب مباراة المؤجلة أمام فيوتشر والإسماعيلي والاتحاد السكندري أيام 2.5.8 يوليو القادم إن شاء الله ده الجدول أمام حضراتكم كمان اتحاد الكرة أعلن جدول موعد مباراة كأس مصر من دوري 16 بجانب تحديد يوم 25 يونيو موعدا لمباراة الأهلي ومنتخب السويس المؤجلة من دور 32 دي المعايد برضو نهاردة وزير الشباب ورياضة وافق على طلب اتحاد الكرة وأرسل لهم مبلغ 10 مليون جنيه لإنعاش خزينة الاتحاد بعدما اتحاد الكرة اشتكى من مروره بأزمة مالية خلال الفترة الأخيرة اتحاد الكرة أرسل 4 مليون جنيه من هذا المبلغ للشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو بعد الاتفاق على جدولة المستحقات المتأخرة والتي تبلغ 40 مليون جنيه الشركة لو تفتكروا كانت هددت قبل كده بسحب تقنية البار من مصر وكانت سحبتها كم يوم كده يعني بس هالأمور بتتحل طيب كمان في إطار يعني ايه الرزق داخل يهو الرزق داخل يهو اتحاد الكرة جالوا كمان النهاردة 500 ألف دولار من الاتحاد الأفريكي لكرة القدم الكاف ده كان عائد الاتحاد من تنظيم وصدافة بطولة قوم أفريكا للشباب تحت 23 سنة اللي أقيمت في مصر اتحاد الكرة استغل صرف هذا المبلغ اللي هو الـ 500 مليون دولار وده شهر رواتب شهر مايو لفيتوريا وميكالي أبتكلم على 500 ألف دولار وميكالي وفيتور برير رئيس لجل الحكام اتحاد الكرة بيتحمل شهريا رواتب الثلاثة 320 ألف دولار رقم برضو 320 ألف دولار كتير أوي كتير طيب معايا عبر الهاتف الآن الكابتن أحمد إنهو المدارب العام لنادي لإسماعيلي نبريكله على فوز إسماعيلي مهم جداً فوز مهم جداً لإسماعيلي المهروض على حرس الحدود يا كابتن أحمد ألف مليون مبروك ربنا خليك كتنكريم وبشكرك يا حبيب على صندتك لينا كده ودعمك لينا دايماً يا حبيب بنت عارف يا كابتن أحمد كلنا نحب الإسماعيلي وكلنا عشى الإسماعيلي يعني الإسماعيلي من الفرق الأوليلة اللي في مصر اللي الجميع بيعشاها إن لم يكن هو الفريق الوحيد اللي بيكتمع عليه كل جمهور الكورة بصراحة ما هو والله طبعا الواحد محضر شعور ده جمهور نادي الإسماعيلي مش بس جوه نادي الإسماعيلي وده اللي محزن الواحد إن نادي الإسماعيلي وضعه الثالث مواسم المسلم الحالي والمسلمين الصابقين إن احنا نكون في الوضع ده ونتمان إن شاء الله الأمور اللي هي اللي عاملنا مشاكل واللي هي أهم مشكلة عندنا لأن نواحي المادية تتحل الفترات الجاية نتحصلش الموقف ده تاني إن شاء الله الأمور تحسنت نسبانا كابتان أحمد هل فيه تقدم في الأمور ديت أنا مش بقولك تحلت تماما بس هل فيه تحسن ولا لسه إحنا وقفين في حتة صعبة الحمد لله فيه تحسن وفيه المجلس الإدارة الحالي بقيادة السادة اللوة أبو بكر كابتان محمد شيح نائب رئيس قسمين حفني مشرف على الكورة كابتان محمد فييلي ودكتور نصر بيحاولوا جاهدين الأمانة لحل المشاكل المادية أي نعم مش كل الأمور ولكن جزء منها بيتحل بتعاون مع اللعيبة وبرضى اللعيبة اللعيبة عارفة إن الضغوط عليها وعلى مجلس الإدارة إن ما فيش موارد مادية ولكن اللعيبة بتستحمل معانا وأنا بشكرهم طبعا أي وضع أي لعيبة يقدر استحمله فيه لعيبة من الموسم اللي فاتت لها مستحقات وصابرة وأي مبالغ بتيجي مجلس دربي وفرة اللعيبة الحمد لله بكل رضا بتقدر بتمشي الأمور لغاية لما الأمور تتحسن الفترات الجاية إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله النهاردة الفوز تأخر شوية كابتر أحمد على دوقع إن حرس الحدود برضو كان بيلعب منقوس من بدري جدا الفوز الإسماعيل نهاردة أنا بفرجة المباراة حسينه تأخر كثيرا وكان فيه في بعض الأحيان بطء فيه إنهاء الهجمات أو في تناكل الكرة عند الإسماعيل وكي إن الفوز هيجي في أي وقت هو أي نعم جيه بس كما ممكن تتحط المباراة في حتها صعبة بالضبط كلامك مزبوط 100% بالحي فرد حرس حدود بتلعب بعد ديار الرابع أو الخمسة من بداية الشرط الأول يعني مباراة كاملة بتلعب بعشرة لعيبة ولكن خلي بالك إنت بتلعب النهاردة مع خصم برضو معك في المنطقة اللي إنت بتحاول تهرب منها ودي مش مباراة سهلة وممكن تكون بالنسبة له دي آخر مباراة اللي ممكن يكون ليه أمل في وجوده في الدورة تاني فمباراة صعبة جدا جدا التوتر اللي ظهر على اللعيبة قبل الهدف أو بعد الهدف وخصوصا بعد الهدف دي نتيجة الضغوط الموجودة على اللعيبة أو على الجهاز الفني أو على الجماهير كمان ومجلس الإدارة الوضع النادي الإسماعيلي انت بتتمنى ثلاثة بنت على أرضك مع فرق من الفرق المنافسة اللي انت عايز تبعد عن شبح انت وهم عندك أربع خمس فرق تحتيك نهاردة الحمد لله ربنا وفقنا ما اكسب النهاردة الثلاثة بنت النهاردة حضونا فضع كويس ولكن خلي بالك برضو كابتن كريم لما الفرق اللي تحتيك بتكسب بتكسب بتزود عليك الضغوط فوق صح 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 سقف النقط اللي تقعد الفرق ما يبقى 36 زي الموسم اللي بات ولا 35 ممكن نعز كده لو الفرق اللي تحت كثبت صح كل ما تكسب وهم يكسبوا لا انت ممكن تخش في 39 نقطة اللي يقعد 38 نقطة اللي يقعد فدي برضو ضغوط انت برضو كنت بعيد عنهم الفترات اللي فاتت تعطلت في ماتش ولا في ماتشين هم كذبوا حصلوك وبع فرق بينك وبينهم نقطة ونقطتين انت عديت فرق النهاردة سبقك بالمباراة وتسويت مع فرق في نفس عدد المباراة ولكن برضو لسه فيه طلايا الجيش عنده مباراة متأخرين ماشي الفرق اللي تحتيك لو كذبت ماتش هتبقى ورهيبة منك برضو نقطة ونقطتين فلسه الامور مش واضحة قوي اه انت مستنيح نفسيا ومعنويا شوية النهاردة ولكن انت على دوق النتائج بتاعت بقية الاسبوع هتتحدد حاجات كتير جدا 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 بحيث ان انت عديت فرق كانت قدامك الفترات اللي فاتت زي اسوان الحمد لله عدينا اسوان عدينا محلة سيروميكا لسه لها مباراة ولكن الحمد لله في الوقت الحالي عديناها لغاية ما تلاحفظ المباراة الجاية بقيتش خمس فرق زي ما بجينا ساعة ما بدأنا المهمة مع كابتن حمزة جمل بينا دلوقتي حول سبع تمن فرق في الاطار المنافسة والهبوط عن القاعد طيب كابتن احمد الوضع الحالي بالنسبة للمصابين والغيابات كان الاسماعيلي بيعاني من غيابات كثيرة الفترة الاخيرة كم لاعب غائب دلوقتي عن الاسماعيلي كم لاعب اصبح جاهز للمشاركة في المباراة القادمة ان شاء الله هو كان المباراة الاخيرة ببنك الاهالي كانت اكبر مشاكل كان عندنا ست سبع لعيبة اساسيين منهم التين حراس مرمى وانا بحقيق احمد عادل اللي هو كان رقم تلاتة النهاردة ما شاء الله رقم واحد في النادي الاسماعيلي بقادي في شكل كويس جدا جدا بحقيق على اداؤه وتمناله توفيق وهو جميع الحراس مرمى النادي الاسماعيلي كان عندنا عبد الرحمن مجد اصابة وان شاء الله باذن الله يومين تلاتة يبدأ يخش ان شاء الله باذن الله كان عندنا تلات سيكاف ياه وانور وفراس كان عندنا محمة حسن بريجوار النهاردة الحمد للرغب العالمين ممكن يكون عندنا فقورات للتغول عندنا بسيكاف واحد ان شاء الله باذن الله ولكن شاء الله لايب الموجودة في درستهم بالمهمة ان شاء الله ان شاء الله الكابتن احمد اناوي انا مضالب العام للنادي الاسماعيلي بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك على فوز اسماعيلي اليوم على حرس الحدود بهدف دون راد طيب نكمل مع حضراتكم النهاردة بسولي نادي الزمالي قرار وتعليق مصير ابراهيم منضاي لاعب وسط الفريق لحين حسم صفقات اجانب قوية يعني ايه يعني لو الزمالك ضم صفقات اجانب قوية هيمشو ابراهيم منضاي والله ابراهيم منضاي يكمل لو ما قدرش الزمالك يجيب صفقات اجنبية قوية يعني عارفين انت انا مش عارف انا عايزه ولا مش عايزه يعني هو فعلا كده ابراهيم منضاي مش منديك احساس اللي هو اللاعب العظيم ولا برضو منديك احساس سامسون اكينولا اللي هو اللاعب سايق يعني واضح انه ما قدمش ايه حاجة فلا هو في حتة في النص كده فعلا يعني طيب ماجد هاني لعب وسط نادي الزمالك الشاب قريب جدا من الانضمام الى نادي بيرامدز هما دخلوا فيه مفاوضات معاه لضمه لكن الزمالك عايز يسيب ماجد هاني للإسماعيلي الإسماعيلي كمان عايز ماجد هاني بس ازاي عايز يسيبه للإسماعيلي في صفقة أبدولاي ياخد فيها او ياخد قدامها نادي الزمالك اللاعب باهر المحمدي في صفقة أبدولية طبعا مع مقابل مد يعني لو ماجد هاني ما بين بيرامدز والإسماعيلي فالزمالك هيفضل الإسماعيلي لو هيخش في صفقة أبدولية مع إبراهيم مع المحمدي إدارة نادي الزمالك كمان استقرت على عدم منح اي لاعب بالفريق الاستغناء الخاص به مجانا بعدما كان فيه كلام كتير انه اللعيبة دي او معظم اللعيبة اللي في نادي الزمالك الموسم ده تحديدا في منهم كتير هيمشي مجانا إدارة نادي الزمالك بتتمسك بأن رحيل اي لاعب عن الفريق يجب ان يستفيد منه النادي ماليا ماليا او دخوله في صفقات تبدولية لكن مش ببلاش وده الصح يعني كمان بصدر بنادي الزمالك اكد انه لا توجد صحة لفسخ التعاقد بين الزمالك وعمر جابر اه صحيح اللاعب يرغب فيه الرحيل بالفعل لكن مفيش اي فسخ للتعاقد حتى هذه اللحظة النهاردة نادي الترجي التونسي اعلن تعيين معين الشعباني مدينة فنية للفريق خلفا لنبيل معلول المدرب السابق ومعين الشعباني كان ماشي الى حد ما بشكل معقول مع سرامية كلوباترا مشي معين الشعباني من سرامية كلوباترا وسرامية كلوباترا جاب الكابتن الكبير كابتن حلمي طولان كابتن حلمي طولان يكمل المهمة سرامية كلوباترا يعني بعد كابتن احمد سامي وبعد معين الشعباني يجيب الكابتن حلمي طولان وكابتن حلمي طولان كان عنده برضو تجربة قصيرة يعني ما عادتش فترة كبيرة في البنك الاهلي تقريبا 6 مباراة على حسب الزاكرة ده بالنسبة لكابتن حلمي طولان وسراميكا كلوباترا نتكمل نحن لسه مكمليين مع حضراتكم بعد الفاصل هيكون معايا عبر سكايب ضيف في منتهى الاهمية مهم جدا 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 مش هولكم عليه خلونا نشوف بعد الفاصل هو بس اديكم كتا حتى صغير هو لعب في الولادة بعد الفاصل تعرفوا مين هو هيكون معانا حالا على سكايب خليكم معايا يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى هشرفني وينورني واحد من اهم لاعبي دوري ابطال افراقيا هذا الموسم واحد من اهم لاعبي الوداد المغربي هو كلاعب عربي اسم كبير الان في المنطقة العربية عروض كثيرة لهذا اللاعب يتقلق بشكل رائع جدا مع الوداد لاعب كان مولود في بلجيكا من اصول طبعا مغربية لاعب ستاندر الياج ولاعب ايضا في دينامو بخاريسة وعاد مرة اخرى للمغرب يتقلق الان مع الوداد بشكل لافت جدا سواء في بطولة دورة ابطال افراقيا او في البطولة المحلية الاسم الكبير كابتن ريدا الجعدي لاعب خط وسط نادي الوداد مساء الخير مشرفني ومنورني مساء الخير مساء الخير مساء الخير على الجميع سعيد جدا بتوجده معكم هذا المساء يعني انت واحد من الاسماء الان جماهير مصرية تعرفها بشكل جيد جدا تقلق كبير وراع جدا مع الوداد مثلك مثل كثير من اللاعبين المغربة الان جماهير مصرية تعشاكم بشكل كبير هذا امر يسعدني كثيرا ان اسمع هذا الكلام وسعيد جدا ايضا بما اتقول الجماهير في مصر وجماهير الوداد واتمنى ان اسعد جماهير الوداد اكثر من الجماهير المصرية بلقب دوري ابطال افريقيا بداية بالتأكيد بباركلك وبهنيك على الفوز امام فريق سانداونز الفريق الصعب امسكت مباراة في منتهى الصعوبة ولكن انت وباقي زميلك قدمتم مباراة كبيرة تشرف كل العرب اشكركم كثيرا ولكن اود ان اقول اننا لم نفعل شيئا حتى الان لدينا مباراة صعبة سناخذها امام الاهلي الصعب سيكون امام الاهلي سانداونز نعم كانت مباراة صعبة لان فريق دائما في التوب فورم ولكن نحن في الوداد قبل هذه المباراة تحدثنا مع بعضنا البعض وقلنا ان الفرص متكافئة وان لا شيء صعب وقدينا كما يجب ان يكون امام سانداونز كنا نتأكدون ان الكلمة على الميدان سوف تكون هي الكلمة العليا لمن يؤدي ومن يحترم الخصب تعهدنا على ان نفعل ذلك من اجل الشعب المغربي وان نتأهل للشعب المغربي حتى الان قدينا جزء اهم من المهمة امام سانداونز ولكن لا اود ان اسمع التهنية الان قبل ان نصل الى مباراة نهائية ونخود المباراة نهائية ضد فريق الاهلي سأصل بالتأكيد للحديث عن مباراة النادي الاهلي ولكن قبل مباراة سانداونز كان معظم الترشحات تذهب الى سانداونز على ضوء ما قدمه سانداونز في البطولة هذا العام وليس على تاريخ الوداد الكبير قبل ما تدخلوا المباراة مع كل هذه الضغوطات كيف اتعملتوا مع هذه المواجهة خاصة امام فريق فاز على النادي الاهلي بنتيجة كبيرة في دور المجموعات في النهاية هي مباراة كروت خدم تبدأ المباراة بتأكيد نعلم ما الذي قدمه سانداونز منذ بداية هذه البطولة وفي كل الاحوال كنا متأكدون بان الفرص متكافئة وانهم وصلوا نصف النهائي ونحن ايضا وصلنا دور النصف النهائي كما تعلم في دور النصف النهائي في مباراة الخروج المغلوب تكون الامور مختلفة عن دور المجموعات وتجميع النقاط هذا ما وضعناه في اعتبرناه حتى بعد ان انتهينا من المباراة الاولى في المغرب بالتعادل السلبي كنا نرى ان المباراة الثانية في بريتوريا هي مباراة ايضا نستطيع ان نتأهل منها بمشيئة الله ولم نستمع الى اصوات الجماهير ولم نستمع الا لصوت انفسنا واريضاتنا وثقتنا في انفسنا بالتأهل للمباراة النهائية فريق الوداد من الفرقة اللي تعرضت لامور صعبة كثيرة هذا الموسم وتغيير اكثر من مدرب العادي في مثل هذه الامور ان تغيير المدربين يؤثر على الفريق سلبا ورغم عن ذلك الوداد قدم مباراة كبيرة في دور ابطال افريقيا تحديدا كيف فعلته هذا الامر كلاعبين من الواضح ان بالنسبة لنا كلاعبين مسألة تغيير المدربين نركز نحن متلاحمون متلاحمون كلاعبين بغض النظر عن مسألة تغيير المدربين الفنيين في النهاية كل مدرب يأتي وله طريقته وله اسلوبه ولكن الفريق نفسه لم يتغير اللاعبين نفسهم لم يتغيروا اللاعبون دائما هم لعبون من افضل اللاعبين في المغرب لعب وداد كذابلنكا من افضل لعب المغرب ومستعدون للعمل مع اي جهاز فنية ومع اي مدرب وباي طريقة يطلبها وان شاء الله ستكون الكلمة العليا لنا في كذابلنكا عظيم نذهب لي مواجهة النادي الاهلي في نهاية دور ابطال افريقيا الوداد والاهلي اعتادوا في اخر سبع مواسم الوصول للمباراة النهاية الا في استثناءات اكبر فريقين في القارة الافريقية في مواجهة بعضهما مرة اخرى في نهاية اخر لدور ابطال افريقيا كيف تنزل هذه المواجهة الكبيرة امام النادي الاهلي الكبير كما تعلم هما كبيران في افريقيا الاهلي والوداد بالتأكيد هما فريقان كبيران وبين الطبيعة ان رهما في المباراة النهائية الوداد ايضا فريق كبير حينما نصل للمباراة النهائية كما نقول ان الفريق الذي يصل للنهاية بالتأكيد هو فريق يستحق ونحن من سيفوز ان شاء الله بهذه المقابلة النهائية على دوق رؤيتك لمباراة النادي الاهلي السابقة هل ترى بحسب ثقتك الان في الانتصار ان الاهلي قد يكون منافس سهل للوداد في المباراة النهائية هل هي مباراة مضمونة بالنسبة للوداد زي ما انت بتقول ان احنا هنكسب فيه النهاية لا لم اقل ان الاهلي من السهل ان نهزم الاهلي الاهلي هو فريق كبير كما قلت وله مننا كل الاحترام سوف نحترمه على ارضية المدان بالتأكيد يجب ان نفعل كل ما في طاقتنا يجب ان نفعل كل شيء في هذه المباراة البذل اقصى موجود هو فقط ما سيجعلنا نحمل الكأس ولا شيء اخر ان شاء الله لعبتوا سان داونز على ملعبهم ونجحتم في التعادل ايجابيا اتنين اتنين والانتصار في النهاية والصعود للمباراة النهاية تلعبون مع النادي الاهلي مباراة الزهاب على ملعبه على استاد القاهرة وسط استاد غالبا سيكون ممتلئ بالجماهير المواجهة في هذه اللحظة ستكون اصعب من مواجهة سان داونز في كل الاحوال هي مباراة نهائية كما تعلمون والاهلي لديه العادة ومعتاد على ان يلعب المباراة النهائية لاعبوه يعلمون جيدا هذه المواجهات الاهلي فريق قبير ولاعبوه لديه الخبرة نحن ايضا كذلك نعرف الطريق الى المنصة ونعرف الطريق وكيف نلعب المباراة النهائية وخاصة خارج ملعبنا ولكن لا تنسى ان مباراة العودة ستكون في كازابلانكا كل مباراة لها حسابتها المدرب والجهاز الفني واللاعبون كل شخص مننا له مهمته وفي النهاية سوف تكون مباراة نهائية على ملعبنا وسط جماهيرنا منذ تأهل الوداد للأدوار الاقصائية هل توقعت ان الوداد يصل للنهائي هل توقعت ان الاهلي سيكون الطرف الثاني فيه النهائي الاهلي معتاد على الوصول الى النهائية بالنسبة لنا كنا نأخذ المباراة بمباراة كنا نفكر في مباراة كل يوم على حدة اليوم نحن في النهائي لدينا المباراة النهائية هذا امر هام جدا نحن متلاحمون الان ومتوحدون خلف هدف واحد لاننا نعلم انه لدينا مباراة صعبة جدا ضد خصم اعتاد لعبة المباراة النهائية هل تتابع الكرة المصرية هل تتابع النادي الاهلي تحديدا ونجوم النادي الاهلي والعبي النادي الاهلي اي من اللاعبين في النادي الاهلي تعرفهم جيدا على مستوى اللعب والاداء في المباراة السابقة لعبت ضدهم المباراة الموسم الماضي في النهائي لا اعرف احد منهم بشكل شخصي ولكن كلاعبين نعم اعرفهم كلاعبين وكفريق هم فريق كبير كما قلت طيب اي من اللاعبين تعرفهم تحديدا في النادي الاهلي معجب اعتقد ان هناك الكثير من اللاعبين لديهم الخصائص الفنية الجيدة وليس لعب واحد لديهم لعبون جيدون في كل الخطوط وعلى كل الجبهات من الصعب ان احدد لعب بعينه لان الفريق كله يتمتع بخصائص فانه هي جيدة عايز اخدك في جزئية اهمة جدا تخصك بشكل مهني جدا وهي الانضمام للمنتخب المغربي علاقتك اكيد جيدة مع وليد الركراكي مدربك السابق في الوداد والمدرب الحالي المنتخب المغربي هل هناك مشروع او احتمالية تواجدك في المنتخب المغربي الان منتخب المغربي له جماعير في كل الوطن العرب بعد ما اقدم اداء كبير جدا في كأس العالم ممكن نشوفك قريب مع المنتخب المغربي في كل الاحوال منذ وصولي الى هنا الى المغرب والتحقيب افريقى الوداد كوني مغربي هو ما قادني الى الفريق الى المغرب التركيزي الان مع فريق الوداد وبالتأكيد افكر واحلم بالانضمام الى المنتخب المغربي ولكن واعلم ان المنافسة صعبة ملعبين يلعبون في مركزي في الفريق الوطن المغربي ولكن انا ابدل كل ما استطيع ان ابدله مع فريق الوداد لكي اتمكن مستقبلا ان شاء الله من اللحاق بالفريق الوطني المغربي بشكل عام كمغربي هل ما اقدمه المنتخب المغربي في كأس العالم الماضي بالوصول للمركز الرابع كان استثناء ام ستكون قاعدة في المستقبل ويصعد المغرب دائما لهذه الادوار المتقدمة في كأس العالم ليجب ان نعمل يجب ان لا نتوقف عن العمل هذا هو ما اؤمن به لدينا الان علينا الكثير من الضغوطات بسبب ما قدمناه في المونديال الاخير في قطر ولا يجب ان نغطر بما قدمناه في قطر امامنا دائما طريق طويل من العمل ان نكون من بين الكبار كما حدث في قطر هذا يأتي فقط عن طريق العمل وبالنسبة للمستقبل نعم لما لا نكون من ديننا الاربع الكبار في المونديال القادم كابتن رضا الجعدي لاعب خط وسط نادي الوداد المغربي واحد افضل اللاعبين العرب ولعبي بطولة دورة ابطال افريقيا انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة واحد من اهم اللاعبين تشرفنا كثيرا في التلفزيون المصري برنامج رقم 10 في استقبالك بشكرك شكرا جزيلا طيب حلسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نستقبل الكابتن الكبير كابتن احمد ناجي خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة اخرى ضيف عزيز غالك على عادة الكابتن الكبير كابتن احمد ناجي من دوري حراس مرمو منتخبنا الوطني الاصبك وايضا النادي الاهلي كابتن احمد منور الدنيا وحشني كتير وببقى سعيد وانا جاي يعني في حلقتك انا اسعد كابتن احمد اه والله وانا داخل بقول لزمائيلي في الاعداد بقول لهم ما تيجي نبدأ مع كابتن احمد بطريقة تانية نهار انت يعني خليتني بقى طلعت القصيدة وكتبتها اه اصلاح دايما بنختم بيها بقولت ايه تمام نبدأ بحالة حلوة وبعد كده خش في الحجاب بتاعت الكرة هو يعني انا ايه دايما الواحد لما بيوصل لسن معين بالناس زلده كبر ده مش عارف ايه صح فانا حاسس عكس ده تمام ان انا حتى عادتي مع ناس دلوقتي تحت التلاتين او فوق التلاتين حلوة ايوة يعني كابتن علي عبدو وزيكا دول الصحابة دلوقتي دلي احنا اللي انا بقعد معاهم ايوة اه يعني في التلاتينات يعني بلعبهم طولة بلعبهم طولة وبنقض نضحك ونهزر اه وحس ان انا اصغر منهم يعني كده حلوة احسن اه كده حلوة فانا كنت كاتب بقى كده يعني كنت فاكر لما حكبر ان حنسى وانه حيجيلي زهايمر كنت فاكر لما حكبر ان حزهق وان مش حقدر افكر كنت فاكر لما حكبر حكون حزين والاسع عندي حيكتر كنت فاكر لما حكبر حيبقى دم تقيل وانا اللي كنت سكر كنت فاكر لما حكبر ان انا الحزن عندي والاسع عندي حيكتر واد يا عمرهو بيكبر لسه فاكر كل حاجة ويمكن أكتر واد يا عمرهو بيكبر بيقولولو يا عبقري يا بمخ عمبر واد يا عمرهو بيكبر عشت فرحه في الليالي الحلوة بصهر واد يا عمرهو بيكبر لسه برضو البهجة هي صنعته معرفش أكشر كنت فاكر كنت فاكر إنما ما حصلش حاجة ربك وأدر عظمة كابتنا أحمد الله عظمة ربنا يسعدك ربنا يا سادة أنا بس أسألك حاجة مهمة جدا يعني لأ ودي وان الأخي اللي حراكي دي تهوني أنا على طول بقرأ منه حاجات وأنا بقرأ بفكر الأفكار دي بتجي لك زي تبقى حالة مثلا التفاصيل دي بتفرق معايا بتبقى قاعد فبجيب وراء وقلم بتكتب حاجات بتجي لك في خيالك ولا بيبقى عندك ساعة في اليوم مثلا بتكتب فيها بتكتب ازاي الأفكار دي بتجي لك ازاي يعني دي مثلا لو أنا سايق فبقى بص جنب كده لقيت واحد عجوز ومحني كده على الديركسيون فيعني قلت أنا يعني هوصل للمرحلة دي وبعدين مركز أول شاب عن نظر وضعيف وكده هو أنا لما هكبر يعني هانسة ويجي لزهايمر والحاجات دي بتبقى الفكرة من صورة بتشوفها ممكن انت قاعد مع صحابك فهم في مرحلة عمرية معينة وانت في مرحلة تانية مثلا فبتدي لك فكرة ان انت ليه العمر ده مجرد رقم او ان انت ما انتش عايز تعيش الفترات بتاعة العمار دي طيب أنا هقولك حاجة بس من شغلي مثلا جيت ليه عايز عامل فكرة تاني يوم في البرنامج فأنا نايم على السرير بالليل جات لي الفكرة دي ما بنامش اروح اقايم فتح اللابتوب بتاعي واعد اكتب الفكرة دي كلها ده بيحصل معاك انه في لحظتها بيحصل طبعا بتكتب الدخول بتاع الكلام وبعد كده يعني مثلا ايه بعد بصص لبنتي أمينة شوية كده فاروح تكتب انت الامر ذاته الله عندك مواصفاته الله الشعر ليل وحرير والنظرة فيها كتير الشعر ليل وحرير والنظرة فيها كتير والغمزات عالخدود هقولك ايه عالعود زي الشجر مفروض والليل وحكاياته ده انت الامر ذاته يا واختك يا امينة يعني كل البنات بيعايزين البابات بتاعهم يدلعهم بس دول بياخدوا دلع خاص منك يعني حاجات كده زي كده فيه حاجات بقى يعني اللي بيحصل لي زي ما انت بتقول كده بيحصل لي في التدريب يعني ممكن أحلم بتدريب زي في صغورس كده مثلا اه يعني وحدة التدريب أحلم بيها حصل لي كتير فتجيلك الفكرة تجيلي الفكرة وتجيليش بالشكل يعني أشوفها كأنها فيلم ممكن تجيلي فكرة من 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 حاجات بسيطة جدا وتبقى تركب عليها أشياء أخرى وتبقى مفيدة جدا تسحة تنزل تروح تطبقها على طول بالزبط على طول يعني أكتبها ويرسمها واشتغل عليها سبحان الله حلو 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 الحياة دي يا كابتن عبد اه طبعا عطاك ده بيشير من عليك برضو كسير من ضغوط الحياة هو الشاري عموما ده متنفس قوي جدا بالنسبة ان انا ما عنديش حتة بقى مش فاضي ان انا مثلا اتكلم على حد ولا اخش في الاشياء بتاعت العصر بتاعنا ده اللي هو يعني كله بيتقطع لحمه وتدي ضهرك بس للناس كده فما ليش بقى في الحاجات دي خالص 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 يعني مستمتع بعيالي وصحابي وشغلك انا عارف ان انت برضو ما بتهداش في الشغل لا لا بقى بقى شكال مختلفة يعني دايما ابتو ديت وبفكر على طول في الشغل وبفكر على طول في العالم كله من افريقيا واسيا وامريكا الجنوبية عجبني عجبني يا كابتان احمد يعني اول ما قرأت الخبر عجبني جدا فكرة انه كابتان احمد ناجي واحد من اساطير تدريب حراسة المرمى في مصر لما يبدأ يخش في فكرة انه ازاي بقى يطلع شباب يطلع حراس مرمى شباب لما قرأت الخبر بتاع المهمة ان شاء الله لتكون جديدة لحضرتك في النادي الاهلي كمهمة اشراف على حراس مرمى شباب وبحسن معلوماتي انه هيبقى ان شاء الله مشروع كبير هل الخطوة دي ان شاء الله انت كنت مستنيها انت كنت شايفها انت كنت شايفها في هذه المرحلة انت بتتكلم في واحد مرة على فرق كبيرة ومنتخبات كبيرة وكل شيء كنت مستني بقى يبقى ليك دور اخر مع حراس مرمى شباب يعني صدقني لو قلتلك انه ده اهم مرحلة في حياتي لو النادي ان شاء الله ياخد القرار رسمي القرار رسمي ان شاء الله كمان حستمتع بالعمل مع اتنين من الناس اللي انا بحبهم جدا طبعا الكابتن خلت بيبه وكابتن بدر راجب طبعا وحاسس ان دي فترة هتبقى في حياتي مهمة جدا لانه هو تحدي كبير جدا انه يعني تخطط او يعني كل الحاجات اللي انا شفتها في حياتي مثلا روحت اللامسية وعدت فيها فترة طويلة بارشلونة طبعا طبعا وفي ايكس هو وفي بلاد تانية كتير وفي لامينجو روحت في لامينجو برازيلة طبعا ووقت طبيل وشفت قديه هم اويرنج جدا بكل تفاصيل الصناعة يعني احنا لسه برضو في موضوع الصناعة ده بنتكلم كلام بس ايوه مفيش خطوات لا ومجودات فردية يعني زي ما حالك قلت كده لكن النادي الاهلي حقيقي بيفكر بشكل مختلف وفي تطوير بشكل دائم يعني انه المسألة تروح في السكة دي سكة انه يبقى فيه احتراف حقيقي هو موجود طبعا في النادي الاهلي لكن نحاول يبقى احسن مش حيب يعني نقول النادي الاهلي لو هو بيعمل الحلو فنقول انه يعمل الاحسن كمان اه فهي دي الفكرة وان شاء الله محتاجها شوية وقت طبعا يعني طبعا كل فكرة بتبقى بتخش حيز التنفيذ بتحتاج وقت شوية عشان يعني الانتاج بتاعها بقى يظهر بقى ده موجود اكبر يا كابتر احمد يعني انا تصور ان انت لما تشتغل يوميا مع حراس مرمى فريق مفهوم انت بتشتغل مع حراس مرمى كبار بخبراتك الكبيرة هتغفى تتعامل معهم لكن انت هنا بتتعامل مع شباب يعني فكرة التكوين فكرة الادارة بتاعت المشروع دوت امور اصعب بكتير خلي بالك انا بدأت كده يعني انا عشر سنين في قطاع الناشئين في نادي الاهلي طبعا طبعا بس مع التطور من 99 ل2000 وانا في القطاع ويعني بقى شرف ان انا يعني ساعدت ناس كتير يعني في القطاع امير عبد الحميد وفعوزي واحمد عبدالعبد المنعم وشرف اكرامي ومحمد الشناي وكل دول كانوا في القطاع صحية يعني ويعني ما حصلش انه انه خمسة ستة سبعة حراس وغيرهم طبعا لعب برا نادي الاهلي كانوا موجودين في القطاع طبعا هدف كبير انه ان القطاع يعمل قاعدة كويسة وهو فعلا لو شفت برضو دلوقتي حاليا فيه طالع من القطاع خمات رائعة زي حمز علاء وطبعا مصطفى شبير قبلهم ومصطفى مخلوف وحراس تاني المنتخبات الشباب يعني القطاع شغاله بينتج فالمسئولية طبعا ان انت يعني يبقى الانتاج فيه غزارة ان شاء الله فيه كواليتي فيه تحديث لنظم التدريب للمدربين ايوه تحديث انا بس هقف هنا بعد اذن كابتان احمد على فكرة انه هراجز ذكرت اسماء هي فعلا اسماء بتشتغل مع منتخبات مصر المختلفة فقال انه اسماء بقت اسماء معروفة دلوقتي حراس مرمى النادي الاهلي وغير النادي الاهلي انا بقى هنا مش هقف عند النادي الاهلي انا هنا هقف عند فكرة انه دايما يقال ان احنا عندنا حراس مرمى كويسين على مستوى الدولي المصري وعلى مستوى منتخبات مصر المختلفة بس ما عندناش الحارس اللي يلعب في فريق اوروبي كبير اللي فريق عالمي ايه اللي ناقص اللي عندنا برضو انا بعول على الماركتنج شوية يعني لو كان السوق تفتح بقدري وطبعا الحراس دي كانت تقدر جدا يعني انا دايما مثلا اضرب مثلا بابو بكر باري يعني ده حارس ميتقارنش بحراس عندنا يعني اقل منهم كتير ده في الدور البلجيكي عشر اتناشر سنة اه فلا يعني وبعدين احنا عندنا طبعا قافة لما حد ييجي يطلب مننا حاجة فنضرب بقى خمسة مليون وسبعة مليون وعشر مليون عايز ميت مليون دولار اه فلا في المغرب وتونس والجزائر وغانا والكاميرون والسنغال ومالي اللعبة دي بتطلعه خمسين ألف دولار وستين ألف دولار صح 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 لكن الانكمب اللي جاي بعد كده بقى من يعني الرسيل بيبقى حاجة عظيمة جدا طبعا بلص انه هو بيتكون في مناخ كبير ومناخ احترافي بس حرج وبييجي منتخبات بلادهم بيبقى الاسكوات مثلا في ميت لعيب محترف طبعا بشكل عام مش الحراس كمان لكن بيوص على الحراس بس انا بشوف اولانة في الانتر بيلعب مع الكاميرو بشوف ياسين بونو مع المغرب بيلعب في اشبليا ياسين بونو دا حكاية يعني عنا بادو الزاكي قال ايه قال هيتطلع حارس حينس الناس بادو الزاكي هو قال كده قال كده هو ياسين بونو خطير خطير يعني بشوف بادو الزاكي بقى بعظمته بلناسبة ياسين بونو كابتان احمد دا يشير بشير يسكن حلوة الدردشة دي ياسين بونو وقت كسر حتى مع اشبليا يتقال عليه ابن كسين يعني الحارس البارد هادي اوي هادي جدا ورغم كده هو متقلق ورائع لا خلي بالك زبط معدلات التوتر دا من جزء من التدريب هاي يعني انت عشان تشوف الهدوء دا يبقى فيه شغل اتعامل كويس جدا عشان يبقى معدلات التوتر في مصارها الطبيعي لكن فيه حد بيبقى او اندر نيرف يعني انفعلاته زي دا او مش قد الحدث عسام الحضري كان بيكسر التانية اسطورة الاساطير وكان بيوترني وواقف على الخط يعني شاولي وتحاجه انت نتيجه وانا بتوتر لانا عملنا مع عسام الحضري هو شخصية تانية خالص غير يسيب منوء ورغم كده او دا اسطورة او دا اسطورة واي انه سام الحضري برضو عملنا مع تجربة كانت احترافية جدا وجبنا له متخصص ممكن الكلام ده نقوله اول مرة في حياتي عدم معه سنة او سنتين عشان هو لما ادينا له الفايل بتاع الاختبار فقال كلام كان محتاج انه هو يعني بتحت اشراف علمي منظم اه متخصص نفسي يعني اه اه عشان هي دايما كلمة دي تبقى يوكاين اكلناها عيب هو العيب للعالم كلام عشان كده انا قلتها بشكل انا عادي لا انا احترم مش مشكلة بس كل العيب للعاكريستان ومشي ومخصص نفسي محمد صلاح وجب معانا نتيجة اه عظيمة يعني لانه بعد كده كنا مثلا نوصل لضربات الترجيح كنت انا حط بطيخة صيفي لانه الحضري حيفرت لانه هادي صف وبيقدر تطلع على اكشنات بتاعته وهو متمكن ومتحكم فيها صح فلا الحلاج الوقت بتقول لي بمعلومة الاول مرة خليت نفهم كل اللي حصل في تاريخ عصام الحضري اه انا عشت مع عصام الحضري مش عصام الحضري بس كل الحراس اللي اشتغلت معه كل اللعيبة والحراس محتكين كده وخيرا فعلا النادي الاهلي مؤخرا انه جاب اخصائي نفسي مرة اخرى زي ما كان فيه اخصائي نفسي في الجهاز اللي انت كنت موجود فيه طبعا دي حاجة لحد الوقت الناس بتحمل معنا عيب لا لا والعالم كله بيشتغل به اصلا انت كنت بحكي قريب وانا في الرخصة ايه للدنسين طبعا كلهم مداربين وعظامهم طبعا طبعا حلاج الوقت بدي الرخصة ايه في الرخص الكاف في الكاف فقلت لهم ادوان روبين ده اسم كبير طبعا من اعظم الاسامي اللي جات في تاريخ باير مونيخ طبعا فده بماسك فريق 15 سنة في باير مونيخ تحت 15 سنة شوف الاسم الكبير ده بس عنده تمانية سطاف والنادي نفهمه ان التمانية دول هم الاساسيتك اللي هيعلموك وحيخلوك في مهنة التدريب دي تساوي حاجة صح وعشان احنا بنعدك تبقى مثلا نمرة ثلاثة في سطاف الفريق الاول بعد سنتين ثلاثة اربعة تجهز ان انت تبقى ممكن تبقى نمرة ثلاثة فبص التخطيط اللي هو يعني ده برضو حركة كنينة ثلاثة ثانية خالص ده واحد من اساطير الكورة روبين لو يروح يضرب فرق عند دخل الشهر السنة عادي ما يجيش يقولك مثلا بس هو فاهم اعنا عايز يضرب فرق الفريق الاول يعني انت ما تلاقيش حد حاجات بسيطة جدا يعني ان تلاقي مثلا زيدان اشتغل في الريديف في البي تيم طبعا اشتغل مساعد لانشلوتي طبعا وبعدين مسخ الفرق راول جونزاليس نفس الحكاية في الوقت الحالي راول جونزاليس بيدرب 17 سنة في ريال مادريد طبعا واللي فوق اي اللي بيدرب فرقة 20 المهم جدا يعني انا مسلا حضرت تورنامينت في ايكس لا او في فينورد كل الاسامي الكبيرة اللي هي بقت يعني عشان اللعيب اللي انت بتمرد انت قدوة بالنسبة له اسامي كبيرة جدا 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 طبعا ونفس الفكرة هي انه بيدرس وهو بيشتغل فبيكتسب خبرات ملعب وبيكتسب خبرات الاسطاف اللي معاه اللي هو مثلا واحد عن نوتريشن واحد عن الفيسيولوجي واحد سايكولوجي واحد عداد بدني واحد محل الأداء بص انا بعد كم واحد تولي اسطاف تحت 15 سنة فهو ده يعني اللي احنا بنحاول ان شاء الله بإذن الله حيكون هدفنا يعني ان التطوير ده والاستعداد في الجنريشن الجديد اللي جاي يعني انا كنت بقول مسلا من 20 سنة بقول للمدربين ان المدرب اللي مش هيبقى شاطره من حيبقى مواكب للحداثة ولل كده حيتلفظه المهنة المهنة هتلفظه اه مش هيبقى لي مكان فيه اه مش هيبقى لي مكان فيه وده حاصل دلوقتي يعني ان شاء الله بإذن الله يكون شغلنا مع المدربين ومع الحراس وكابتن بدر برضو تجربة كبيرة جدا قبل ما يمشي وهو في الإمارات برضو عمل طبعا كسة ناجح عظيمة جدا كسة ناجح عظيمة جدا طيب خش بقى البطولة المحببة الى قلبك بطولة أفريقيا طبعا النادي النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله على وشك بإذن 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 البطولة طبعا بساعات بتدينا مؤشرات ايوة للتوفيق اه فالنادي الاهلي مر بكل المؤشرات دي في البطولة دي اه زي يعني التوفيق يعني لعب يضيع بضرب الجزاكت ممكن تطلع عمل بطولة اه اه معطر الطائر اه يعني اشتغلت معطر الطائر اه سنتين في سموح اه ايه رأيك بالمناسبة يعني ايه رأيك اللي اللي رابط فكرة إنجاز النادي الاهلي او وصوله لهذه المرحلة لا لا دي كرة القدم فيها كل حاجة ايوة لا لا خالص اه وهو التوفيق ده ما بيصادفش اللي اهله وكرة القدم فيها نسبة كبيرة من التوفيق وإذا انت يعني قلت النادي الاهلي يعني دخل البطولة عشان انقطر الطهر تبقى انت مش عارف حاجة مش عارف الناس دي بتتعب قد ايه وبتكتهد قد ايه والإدارة بتوفر المناخ المناسب للناس ازاي ومدرب رائع انا بصراحة بسني عليه جدا 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 لانه عمل حاجات كانت مفروض تحصل من سنتين ثلاث اربعة انه التدوير يبقى ليه موعيد وان اللعيبة كلها تحس ان هما عناصر اساسية في السكواد وان الناس كلها جاهزة بتجيب القندوزة ده من بعيد خلص تحطه اساسي ياسر يجي بعد ربيع ما تصابكة انه ما فيش اي حاجة حصلت متولي نفس الحكاية منعم هاني بعد ما اكرم لقيته في حتة حلوة جدا يعني عمل اقولك حاجة بس انت اللي هتشهد فيها شهادة حق تشتمي شوف انا بختلق الفوزي تشتمي فيه رائحة منو الجوزي بس منو الجوزي خد متسع من الوقت شوفت انا اقولت ايه تشتمي رائحة انا ما اقولتش انه ابدا منو الجوزي ولا يقرب بمنو الجوزي لا 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 هو طبعا منو الجوزي ناجحات عظيمة اصلا قبل ما يمسك النادي الاهلي هو مدرب كبير مدرب منتخبات وحط فرقته في يعني الترتيب التاسع على العالم يعني فهو مدرب كبير ومدرب هادي وريح وحلم حتى انفعالاته ما فيهاش عن تريع يعني انه هو ازاي العيب يعمل كده اللازم اجزوره وادبحه وبتاع صحي لا لا فيه تعاقل وفيه شباب دول لازم تبقى عارف ان انت تعملهم بحيث انه انه لو عامل خطأ فاتبتغفر او بتسامح او بس بتعلّمه بتقاض معاه ولو حصل او تكرر بتبقى مشكلة بقى طيب ايه بقى الحكاية بتاعت الأهل ايه اللي هو مثلا اناقش عرات يعني كلما يوقع تلاقيه قيم بييتير مش يوم على مهلو حتى الأهل يخسر من سان داونز من كم سنة خمسة تلاقيه بعدها بياخد بطلتين وارا بعض يخسر الموسم دوت في دول المجموعات خمسة تقولي الأهل هيخش في مرحلة انهيار تلاقيه بعد كده بيكسب كل المباليات محلية وأفريقية احنا خسرنا من الزراف السنغاية 3-0 طبعا مجموعات لو فاكر طبعا وعادي جد وكملت وجينا من كاس العالم خسرنا من اسماعيل نفتاد القاهرة 3-0 صحيح لكن هو المناخ يعني احنا ما عندناش زوابع ما عندناش زعبيب ما عندناش لا عندنا هدوء دائما انا بكتبه على الفيسبوك حتى احنا كسبانين وإحنا مش كسبانين هدوء تركيز القادم أفضل ان شاء الله فهو ده كل وقت يعني انا بعد المطش خمسة تتنين ده كتبت النادي الأهلي سيتأهل وحيفوز بالبطول الناس كلها بقى ايه ازاي حال التشاوم صورة بقى ازاي عشان انا عارف المناخ عشته فيه إدارة هادية ومحترمة وناس بتفكر بإيجابية النادي الأهلي عمره ما فيه سلبية يعني ما تفكرش بسلبية يعني لو فيه فيه دورة كنا فرق 13 بنت واخدناها يعني عصلا انت محاولات النجاح دي بتدي استابلتي يعني بتدي اتزان بوسك انا برضو بحاول اوصل بأمنا والله العظيم انا بقولك حتى بشغلي كأعلامي وانا لما تغلب خمسة طبعا لو تتساكل بعد الماتش الخمسة ده هجوم جماهيلي على الإدارة وعلى الجهاز الفني واللعبين وزي ما جبتوش صفاقات وزي ما جبتش مهاجم وفيه العبابش المفهول تكمل في النادي والجهاز الفني ده اخترتوز هجوم ضغط ضغط نفسي كبير جدا على المنظومة بالكامل ورغب كده انت سابت هي دي هي دي هو ده اللي احنا يعني الأشيئين في النادي بيتعلموه من هم مصغرين وانا بفاكر الماتش الصفاقسي اللي احنا تأهلنا فيه في كاس العالم احنا خلاص يعني خارجين من المسابق الفين وستة طبعا الفين وستة هو بيقول كده ها فحتى الناس اللي النادي الأهلي بيختارها ان هي تبقى مسؤولة عن المسألة دي بتبقى نوعية بتفخ منك في مرة مرتين بتاع فده عادي طبعا لكن نوعية حتى المدربين واحد زي ما ينجزين اما يبقى احنا خسرين خلاص والعيبة بتاع التونس بقى بتقول الجماهير ماتش صفاقس طبعا ماتش صفاقس طبعا آخر دقيقة ها وهو عنده اعتقاد جامد جدا في انه والنادي الأهلي دايما يقوله ايه بلاس تسعين وحاجات مش بلاس تسعين لا هي الروح كده انا حقاتل لحد اخر نفس ووفقت الحمد لله ما وفقتش هكمل في اللي جاي اي فهو انا دخلت النادي الأهلي عندي 17 سنة يعني لقبت في الناشئين فترة طويلة يعني 13 سنين في الناشئين فما كانش عندنا خيار يعني مدربيننا يعني كابتن عوضين الله ارحمه دكتور عمرو المجدد بن الساحب كابتن موفت الله ارحمه دكتور طه اسمعين بس الاسامي اللي تكوننا عليها عظيم دكتور إبراهيم شعلان الله ارحمه كابتن محمدين اسامي كبيرة جدا كانت في قطاعات الناشئين فتعلمنا كده تعلمنا انه انت بتقاتل لحد اخر لحظة وبعدين احساسك ان انت انت اللي احسن انت اللي افضل انت اللي بتتفوق انت اللي في النادي الاهلي النادي الاهلي ده كيان يعني حتى اما تلاقي كابتن محمود بتكلم عن النادي الاهلي بتلاقي يعني ражة بعد شخصيته هو خالص خالص وبقى بيتكلم على الكيان بتكلم عن مبادئ ومتكلم على الحاجات اللي احنا تعلمناها في النادي الأهلي عظيم ده الأهلي بشكل عام برضو قفت مرة اللي فات بعد مباراة الأهلي والترجي عند محمد الشناوي محمد برضو محمد شناوي كابتن محمد الشناوي من اللعيبة اللي تعرضت لكثير من الانتقادات في الفترات الأخيرة وعشان نبقى منصفين كان له بعض الأخطاء أكيد طبعا كان له بعض الأخطاء اللي يستحق عليها النبض طب انا هسألك على أسامي في العالم دخية ما كانش عنده أخطاء دخية كان عامل كارسة من كماتش حتى أنا دخلت كتابتا على تويتر قلت اهي وواح بصمة بعمل بتع دخية كارسة عامل ما عملش أخطاء عامل بصة كرة للمهاجد كل الحراسة مانوون نوير قبل ما يتصاب كان عنده أخطاء بس أنت يعني عندك نسب في حراسة المرمى نسب يعني في دراسات يعني لما الجيم يبقى هجومي ولما الجيم يبقى دفاعي يبقى في نسبة خطأ وردة فبتتحمل عادي وأنا كنت دايما أطلع دافع لأنه يعني مش عايزين نهد المعبد في واحد أحسن حرس مرمى في أفريقيا مش أحسن حرس مرمى في أفريقيا أحسن لاعب في أفريقيا أفضل لاعب أفريقيا محلي طبعا واحد أنا ربيه وأنه عنده 13 سنة وعارف إمكانياته وعارف خدراته صحيح فكنت أطلع أتكلم وبقى كده طبعا الناس تبقى مش مبسوطة مني حتى جماهير النادي الأهلي يعني فوق بعض الأوقات يعني وبعدين يعني هو اللعيب أصلا طول الوقت في منحنيات رسم بياني طالع رسم بياني ثابت رسم بياني نازل الجمهور دايما لا يتقبل هبوط مش هبوط أخطاء حراس المرمى لكن يتقبل أخطاء حراس المرمى وقدرهم كده يعني لأنه على مر العصور الحضر يما دخلت من بالرجل نفطش الإسماعيل في حراس الحدوط طبعا عادي جدا رصيد رصيد عند الناس محمد الشناوي دلوقتي يبقى عنده رصيد محمد الشناوي دلوقتي يبقى عنده رصيد لا أنت بتتكلم في حارس عظيم جدا وحارس لسه عنده وقت كمان يبقى أنا بقى الجملة كنت لسه أكمل حرارتك أنه محمد الشناوي كمان استعاد عفاته يعني واحد تاني كان ممكن مع الضغط النفسي دوت وإحساسه كمان أنه هو الجمهور ما أقدرش اللي أنا كنت بعمله وانده أنا عندي رصيد إزاي زعله مني وزاي يقوله البديل ينزل وزاي من الحلال بعدك حارس هو أساسا معمول له بطرات نفسية من زمان من كاس العالم وقبل كاس العالم إزاي يواجه الضغوط دي إزاي يبقى يعني عنده حتة يعني أنه هو مقتنع أنه ده عادي لأنه وصل له ده مننا ومن مدربه دلوقتي طبعا ميشيل ده برضو راجل يشتغل كويس جدا صحيح ومدرب هاي لا سمعته جيد آه فهو يعني الحمد لله متجهز ومتحضر أن المسألة دي لازم يكون أنها ردة فعل إيجابي فهو عمل كده يعني عملش أكتر من كده إن شاء الله بإذن الله محمد الشناوي عنده إصابة دلوقتي في عضلة سمانه بإذن الله يلحق المباراة النهائية بس لو لا قدر الله لا قدر الله محمد الشناوي ملحقش المباراة النهائية فرصة كابتر أحمد ناجي وهو معانا يطمن الناس إن علي لطفي برضو حارس كويس ومستوى شبير حارس كويس أنا عديت خمس حراس يعني كل واحد في منهم يعني دلوقتي طبعا إنه علي حيبقى يلعب هل علي دي أول مرة يتحط في الموقف ده لا ده كس عالم لعب صح أهل وزمالك لعب وكن نجمها صح ده كل الحاجات دي بتبقى يعني ديكومنتري للعيب لما حيتعرض للموقف ده تاني وتبقى حاجة أساسية عند المدرب إنه يرجع له الشريط ده في الموقف اللي تحط فيها في يعني في الأوقات دي وتقعادي يعني أنت لعبت أهل وزمالك وكان مطش يعني فيه ظروف حرجة جداً كان لازم نادي الأهلي يعني يعمل نتيجة كاس العالم كان كل اللعيبة يعني حتى بتلعب مع ناس مايش هم الأساسيين وقديته ولقيته وتخطيت كل الأوقات الصعبة اللي انت تعرضت ليها طيب يعني أنا مش قلقان على علي خالص مش قلقان على علي أنا كنت باخده في المنتخبات وهو في أمبي هم يعني عنده تاريخ إن إنت من أفضل الحراس إن قبل حتى ما تيجي النادي الأهلي زي ما كنت باخد شنة ووافت رجيت هم هل علي لوتفي أصلاً بشكل عامة كابتان أحمد بحتاج نسبة مشاركاته تبقى أكتر؟ بس هو قدر حراس المرمى كده حتى لو بنظام روتيشن يعني انت مش بحتاج تمام ما فيهاش روتيشن حراس المرمى مش بقول مطش مطش ولا مطشين ممطشين بس على الأل نسبة مقاوية نسبة مقاوية نسبة مقاوية كنا بندق امري الكاس كله معهدال لا أصده بقى نقوله الأخرا إنك تمانج الكسة بشكل معين يعني كنا بنعمل كده عشان كمان كان من أزا كوميرشل وي يعني إنه يتقيرت في باترينة الإعارة أو البيع آآ دي نقطة مهمة كمان يعني عشان الناس تشوفوا إنه قادر وكويس وما تيجي تطلب فيه مبلغ يبقى أنت عرضته صح فهي حتى في أوروبا كده يعني مثلا منشستر يونيكتل عنده كم حراس مرمى غير طبيعي صح حول العالم صحيح عندنا قسور فيها شوي إن أنا عندي مثلا 17-8 حراس كويسين جدا لكن الحرس حيالها بعشرين سنة فرصتهم في أنهما يبقوا موجودين مش كبيرة صح فلازم أفكر أفكار لدول أستفاد منهم أستثمر فيهم وخلي أفدهم ولو أحد فيهم أنا أحتقتله زي ما ما بيحصل في فرق كبيرة فببعت أجيب حرس من بتوعي أو إذا كان الحرس اللي مش من بتوعي ده يستهل إنه يرجع بجيب حرس بس الحرس ده بيساهم في فلوسه صح أو حرسين ثلاثة بيساهمهم في الفلوس اللي حشتري بيها الحرس التاني يبقى استفاد يبقى استفاد طيب بيدعى محمد الشناوي حط محمد الشناوي كده على جنب الحراس اللي تحت محمد الشناوي اللي مفروض يبقوا موجودين في منتخب مصر عندهم مرحلة من الصعود والهبوط كثيرة جدا الفترة المضية يعني دلوقتي وأنا قاد مع حضرائك أنا كريم مش قادر أقول مين التلات حراس مع محمد الشناوي هل حراك شايف مين التلات حراس اللي مع محمد الشناوي جاهزين دلوقتي؟ أو أنا مش عايز أقولك مين التلات حراس يعني يوم ما دلوقتي لا حراك شايف أنا أشرح لك وجهة نظر فضل يعني يمكن تكون شوية غريبة عليك أداء الحراس بيتأثر بالفترة اللي فيها السنة اللي هو إيه أنا بنافس على الهبوط فممكن يكون عندي أبقى حامل هامل مطشط شوية متوتر شوية مضبوط ما الزبط أنا عايز أبقى عايز أبقى في المربع فبرضو عندي مسئولية كبيرة وممكن لو أنا مش شخصية قوية وكبيرة ممكن أتأثر وما يطلحش كل القدراتي فمين يفهم ده؟ لكن إنت عارف إن عندنا مش قل من عشر حراس يقدروا يلعبوا في المتخب حالتهم إيه دلوقتي؟ ده تتبقى للظروف؟ ملتبط بالفترة اللي هي بتاعت السنة تتبقى للظروف اللي هم فيها تمام؟ صحيح ولكن فيه ناس بقى اللي هو الحارس الدولي اللي هو ما يتأثرش مفروض ما يتأثرش يعني مثلا عندنا شخصيات قوية جدا مثلا مع إن لهاني سليمان يعني مرحلة سنية كبيرة لكنه قوي جدا ما يتأثرش خالص بس كان بدايته في الموسم كان بداية عظيمة جدا حصل فيها شوية معلش ما يعني إحنا راك في محمود أبو السعود بالمناسبة عامل موسم هايل جدا هايل عامل موسم كويس مع كابتن طرق سليمان يعني عامل موسم رائع جدا برضه من الحارس اللي هي متخدمة في العمر لا فيه طبعا وفيه ابو جبل وفيه بعواد وفيه محمد صبحي لا لا محمد صبحي هايل طبعا جاد حصل له ضربات شوية في النادي المصري سروة اللي بيلعب برضه لأ عندنا أسامة كثيرة مش يريف ده مخه كبير قوي فيلسوف لعيبة الكورا صحيح فما كانش عندي شك انه حيطلع انه يعني حاجة يعني خارجة عن قراطه يعني غير مقصودة غير مقصودة وده من دايوان يعني لانه احنا يعني حتى كان برضه حد برضه حصلت له نفس المشكلة وبرده كان طالع انه هو مش متعمد يعني صحيح صحيح كابتن احمد العافل انت مش محضر النهاردة الليوان ولا اي حاجة بس ينفع نختم بحاجة حلوة كده من الزاكرة اه لما يعني ده بقى يعني المسيج للناس اللي اللي دايما اللي حياة شغلها قوي وانه طب حياة اللي حيعملوا ايه لما انا اتكل على الله وبتحكي لانه احفظك انا احفظك انا اقول لهم يعني لما همشي او اغيب يبقوا اقولوا كان حبيب من قلوبنا كان قريب حتى لما كان يسيب كان يسيب من غير خصام كان يسيب بس في سلام قلبه كان زي الحليب لما حامشي او اغيب ايه وقعوا تنسوا الود بيننا لما حاولنا وحلمنا كنا مش فاهمين فاهمنا كل مولود يوم يشيب يبقوا له كان حبيب من قلوبنا كان قريب قلبه كان زي الحليب الله يا كابتنا احمد لما حامشي او اغيب يبقوا له كان مسامح يبقوا له كان مصالح وفي كلامه ما كانش جارح لا القريب ولا الغريب يبقوا له كان حبيب من قلوبنا كان قريب حتى لما كان يسيب كان يسيب من غير خصام كان يسيب بس في سلام قلبه كان زي الحليب لما حامشي عظم يا كابتنا احمد الله عليك كالعادة نورت وكالعادة شرفت وكالعادة القادة معاك حلوة ما بحبش تخلص ابدا يعني والله انا كنت سعيد جدا وعارف ان انت شاطر وبعدين السابق اللي انت عملته ده يعني انا لو مدر منتخب هروح اوقف الرجل ده لا والله اه والله لانه لانه ده طالع يعني في وقت انت معرفش انت جيبته ازاي الحمد لله لأ عندنا كمان زي مننا احمد عبدالعاد شاطر جدا ما شاء الله علي يعني بيمشي وراهم اه فالمسألة يعني انت دايما متميز يا ربي خليك ابدا احمد وانا بحب دايما لما بابقى اتسئل اسئلة بابقى مش ملان منها يعني احيانا بتبقى اسئلة يعني نمطية وتبقى اسئلة المؤمن العادة مع حضرك هي اعادة بالدنيا كلها ربنا ديك الساحة ابدا احمد اشكرك شكرا وانا بشكرا شكرا ليس الكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هيشرفني الكابتن حازم ممدوح لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك وايضا الكابتن حسين جمال محايل اداء الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك احلى حاجة في كرة اليد المصرية ان كل الناس فيها بتمبسط لا الاهل بيمبسط والزمالك بيمبسط انبارح احتفلنا بالاهل وانجازاته في كرة اليد والنهاردة نحتفل بالزمالك وانجازاته في كرة اليد كل مبسوط في كرة اليد دايما بين الاهل والزمالك ناديين الكبيرين دايما في كل الالعاب بيعملوا انجازات عظيمة جدا ويتبادلوا دائما الانجازات فالنهاردة يوم نادي الزمالك يوم كرة اليد في نادي الزمالك الكابتن حازم ممدوح نجمي نادي الزمالك يشرفني وينوارني حازم مناور الدنيا أحمد الله سهنفوه سهنفوه قولي منور الدنيا فأيضا يشرفني وينوارني الكابتن حسين جمال محايل أداء لفريق قرط الياد النادي الزمالك كابتن حسين منور الدنيا بناك حضارك شكلك سهير نص نص صح أنا شوفت أنا بقراحة يعني بعرف مين اللي ممكن يصار زي ومين اللي بقراح أنا بقراحة أنا أشتغلها صاربات طول الوقت المحاضرات والكلام والشغل أبو أنت بتلعب كنت بتسهر ولا بتسهرش لا لا كنت محترم زيك شكرا يا كابتن لا لا أتشغلك طيب عامل يا كابتن حازم منور بطولة في الآخر خلت موسم من الزمالك شكله ختامه كويس بعد بعض التعصرات كسبتوا بطولة كأس الكوس الأفريقية وهي بطولة أكيد غالية عليكم أكيد طبعا إيه اللي حصل بقى إزاي لميتوا بعض أنا عارف في ظروف كثيرة وصعبة مش حابب أدخل فيها بس قدرت ورغم كل الظروف أن أنتوا حابتوا بطولة صعبة جدا قدام فريق جاهز جدا وماشي بشكل كويس جدا دي حقيقة الله إحنا يعني موسم بالنسبة لنا طبعا كفريق أو كمنظومة كورت اليد في ناس الزمالك الموضوع مش أحسن حاجة مش أحسن موسم دينا طبعا لأننا حباك عارف يعني إحنا بالنسبة لنا السيزون مثلا لو فيه ست بطولات فخمس بطولات إحنا كده برضو يعني الدنيا مش أحسن حاجة فإن يقع مننا ثلاث بطولات دي الموضوع بالنسبة لنا كان صعب فإحنا كنا مقاتلين الصراحة لغاية آخر وقت آخر وقت في السنة علشان طبعا ما ينفعش يعني ما ينفعش أن يطلع كده موضوع يبقى صعب الصراحة بالنسبة لنا إحنا الفريق اللي بيكسب الفريق اللي بيحصود بطولات الفريق اللي دايما بنعقول عليه كثيرا إنه يفرحنا فريق كرة اليد ويهي النتائج ما كايتش جاية دي حقيقة أكيد طبعا عشان إحنا يعني الحمد لله عودتهم عودتهم عودينهم على مكسب دايما فأكيد لما نقع كده موضوعي بقى صعب بالنسبة له صعب طيب جابت الحسين قبل مسألك على كل ما يحدث في فريق كرة اليد في نادي الزماني أنا بفهم شغلانة محلل الأداء في فريق كرة القدم بفهم بيعمل إيه والتفاصيلها شغلانة محلل الأداء في فريق كرة اليد هي شبهها ولا مختلفة عنها هو المبادئ واحدة بس بتختلف حتى من شخص لشخص مش من نادي النادي من شخص لشخص يعني مثلا طلبات حضرتك غير طلبات حازم المدربين يعني بالظبط فأنا بشتغل مع المدرب بشتغل مع مدرب اللوان بشتغل مع اللعيب كل اللعيب بيبقى عايز يدخل الموتش جاهز عارف اللي قدامه بيعمل إيه أنا هعرف عدي من اللي قدام إزاي ولما وصل للجون الجون دا استهيله عامل إزاي إيه أفضل حتة أصوب فيها أو إيه أسهل الطرق إن أنا أجيب بها جوان بشتغل بها على كذا حاجة فيديوهات إحصائيات المعد البلاني يطلب منك مثلا الريد بتاع اللعيب مثلا سي أول عشر دقايق أنت تمام تاني عشر دقايق مش تمام آخر عشر دقايق تمام ده في عندك مشكلة في نص يعني نص الشوت فبكلم أقوله في مشكلة عندي مثلا حازم أو سين من الناس في تاني عشر دقايق فهو يبتدي يلاحظ بقى أداءه في إيه ويشتغل على اللي هو يفضل التوب فورم بتاعه من إمتى إحنا بنشتغل بفكة محايل الأداء دي في الأجهزة الفنية في مصر أو تحديدا نادي الزماركة؟ هو أول حد ابتدى منتخب مصر منتخب مصر المهندس محمد إمام آآ بعد كده دخل محمد سليمان آآ مع النادي الأهلي وبعد كده مع النشئين المنتخب بعد كده بقى اجتماع تفعل إيه وبدأ الموضوع ده بقى مهم قال لي مثلا خمس سنين موضوع عصن ما بقاش شكلي أو ما بقاش إضافة أو خلاص يعني أنت بتحكي لي كده أنا بفهمها في الكرة أنه هي حتى في الكرة مش كتير أو بيستخدموها يعني بس هي بقى الضرورية أنه مع حد مش تعرف تغير المنافس إلا بمحل الأداء بالضبط لا أوه كمان اللي بيزود عندنا في الزمالك أو في مصر عموما فكرة اللي أنت عندك مدربين أجانب لا هو أصلا قبل ما يبقى مدرب هو كان شغال محلل يعني مثلا التحليل بره مثلا من 2004 موجود محلل مع الجهاز إحنا الكلام ده في مصر بقى أنه مثلا 6-7 سنين بس صحيح فأنت يعني مثلا ماتيو جارالده اللي كان ماسك معنا في أول سنة لا هو ضف لي حاجات يعني زود لي حت التشريح يعني تشريح اللاعب رجله لو كده فهو غزبا عنه هيشوت في الحتة دي عكس ما كنا شغالين قبل كده ضف لك أنت جدا ضف لك أنت يعني ضف لنا بس أنا بالنسبة لي الصراحة ما كانتش معرفش ما كانتش فيه كاميا ما بيني وما بينه ومعرفش ليه يعني السبب ليه أنا مش عارف صراحة ما كانتش يعني كان فنية ولا شخصية والله ما معرفش يعني أنا بالنسبة لي حتى مش عارف بس كيد قعدت في مرة ما عادت تسأله يعني تقول له إيه مشكلتك معايا لا صراحة ما كلمتش مع أصلا لا ينسى بالأمور تمشي كده ولا كلمت مع حد من الجهاز المعاون أصلا أنا بالنسبة لي أنا أهم حاجة عندي أنا أعمل العليا صح فكنت بعمل العليا في التمرين أنا ألعيب أنت مدرب خلاص بتلعبني دي بتاعتك طبعا مش هتلعبني برضو وأنا هشتغل وأعمل العليا إن أنا طبيعي حلمي مش هيقف يعني أو ما لعبتش ماشي ما فيش أي مشكلة بالنسبة لي هشتغل أكتر بس لغاية ما وصل إن شاء الله هل أنت كنت مثلا ما بتنفس تعليمات وبيحس إن إنت مثلا أنا حس بم أنت بتتكلم معاك أن إنت عندك شخصية وممكن تتكلم وتعترض أو تقول ده آه وده صح وده غلط يعني مش ملعبة بالعكس والله يعني أنا بالعكس أنا أحترم كل المدربين أي أن كان مدرب سواء نادي أو منتخب لا طبعا أحترم وجهة نظرهم وده طبيعي يعني وده لازم صح لازم ده يحصل لأن أنا في الأول في الآخر أنا ألعيب في الفريق وهو مدرب الفريق صح بس فطبيعي أنا لازم لازم أسمع كلامه يعني حتى لو غلط يعني مثلا لو غلط طبيعي أنا لازم أسمعه رحيلوا عن الفريق قبل نهاية كاس الكوس فرق معاكم إجابيا؟ والله هو مش بالشكل ده يعني مش مش بشكل مش مش هنقول إجابيا بس يعني كان فيه برضو شوية غلطات أكيد أكيد طبعا أي حد بيغلط ومزي ما قلتلك كده كده أحس أنت أنت عايز تقولي بش عايز تقولها بلسانك بس أنا مستفدتش منه يعني في النهاية ما طلاش كلم معك يعني لا ممكن نتكلم على الفريق أنا عايفت عايز تتكلم سيبني أنا تكلم يعني إنت عايز تتكلم بشكل محترم طبعا بشكل هدي وده شيء يحسب لك بس أنا حاس أن أنت إيه يعني اللي هو طبعا أنا أخدت منك أنا مستفدت لا 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 أستفدت أكيد أكيد لا أكيد أي حد اتمرنت معي لأ طبعا استفدت منه بس بس دي كانت مشكلتي يعني يعني بالنسبة لي ما فيش أي مشكلة والحمد لله على مدار السنين كلها اللي أنا لقبتها لا الحمد لله ما كانش في أي مشكلة مع أي حد سواء مدرب إداري جهاز أيا كان لا أكيد استفدت أكيد استفدت والله هو ده بيبقى ماشي بالسيم طبيعي يعني ده بيبقى ماشي بالسيم وده بيبقى ماشي بالسيم ده بيبقى في حاجات مؤينة في الدماغه وده بيبقىuezه بمكانا في الدماغه فهي مش فكرة مُكرمة على قد أنه ده لي استبيل ده كويس أو ليش كويس؟ من الأخر يعني ؟ مدارب عينبيا أو مصري ده كويس أو مش كويس لله حسب وضعه مش فكرة كده ولكن ده بيبقى ليه حاجات معينة عايزي نفذها وده بيبقى ليه حاجات معينة عايزي نفذها ده بيبقى درس حاجة وده بيبقى درس حاجة فطبعا حقا عارقك الزي ما إنت عارف المدارس بتبقى مختلفة يعني المدرسة الأسبانية غير المدرسة الفرنسية طب غير المصرية طب يا إفا طب مفهوم طيب كابتل حسين أنت وأنت كمحل الأداء بتدي للمدربين كل ما يخص المنافسين ولا بتدي له كمان كل ما يخص الفريق بتاعه إحنا الأول بنشتغل على التمريم بتاعنا بحيث تختار البوزيشن بتاع كل لعيب صح مثلا أنا هعرف أدافع هنا ولا لأ ممكن أعرف أدافع هنا ما عرفش أدافع هنا فأنت كل ده بتجربه فإحنا كل تمرين من أول السيزن بيتصور بنحلل كل تفصيلة في التمرين فاست بريك كل فاست بريك إنتجريت فيها الدقيه ده بالنسبة للتمرين والنتائج اللي بنتلع بها من التمرين بنتبقها في المتشوت اللي هو الغت ما نوصل للتشكيلة المثالية آه يعني أنت اللي أنت بتوصله للمدرب قد يؤثر على تشكيلته يؤثر على تغيير طريقة اللعب يؤثر على كل ده بالضبط صح كده بيبسل ده آه هو أصلا بيبقى مهتم بكل تفصيل أنا بقى جاي التمرين آه عرف هخلي كذا جنب كذا جنب كذا هيدفعه يعني أنت ممكن في الآخر تبقى سبب في استبعاد لعب أو ضم لعب للتشكيلة بس مش بالنسبة آه يعني في الآخر خالص أنا مهمتي أوصل المعلومة فهمت أنت هتنفذ المعلومة مش هتنفذها دي وجهة نزج مدير فن أنت كده فهمت يا حازي من اللي كان عاملك مشكلة شفنا بليش يمني لا أصدع روحكو حبايب فداني 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 عادي فداني لا عادي شادر أقول لحاجة ما طلعش المدرب شادر أقول لحاجة شادر أقول لحاجة جات من نارة بالنائسة هوا شفت سألأ شفت بقيت انت دلوقتي حضر طيب من الحاجات أن أنت في مرة مثلا قلت للمدرب قلت له بص لازم تحط مش عايز أقول لك استبعاد بس لازم تحط اللعب دوت معاك في التشكيلة أو اللعب ده مهم جدا أو أرقامه في التدريبات كانت مهمة جدا حتى والمدرب ما كانتش يحطوا قدام يعنيه أنه هيبقى موجود في التشكيلة بس أنت بتقول له أن اللعب ده أرقامه مهمة كانت في مناسبة إيه أو لعب مين لا أهو ما حصلش كده بالزبط يعني أنا زي ما بقول لحضرتك أنا أبدل معلومة ممكن لو ما أخدتش بالك من المعلومة أعيد لك المعلومة تانية بطريقة مش بباشرة اللي أنت تاخد بالك بس اللي أنا أقول له وإعمل كذا طلع كذا مش يعني مش بتاعتي مش مش هدتي كل اللي هي بقى بتيجي تسألك على النقاط ده أفرار أنا عملت النهاردة أرقامي كانت عاملة إزاي طيب مسأل واحد زي أحمد الأحمر بكل تاريخه العظيم ده ممكن يهي يتكلم معاك في تحديد حصلت من يومين حصلت من يومين أكيد أكيد يا كابتن أحمد مش هكلبك بحاجة صح ما ينفعش أكلبك بحاجة ما ينفعش أولك أنت زي الفل طيب جبت الحزم أنت مفروض يعني عقدك بيخلص مع نادي الزبالك الفترة اللي جاية رسم حاجة احتراف مصر يعني رسم مستقبلك هيتكمل مع الزبالك طبعا رسم في المستقبل بتاعك والله أنا شرف ليه طبعا أنا لو كملت مع نادي الزبالك أنا ما عنديش أي مشكلة بس أنا طبعا حاطت أن أنا عايزة أحترف جاي لي حاجات جاي لي حاجات برا مصر ومن جوا مصر بردو يعني لي حاجات بردو كتير بس لا أنا عايز عايز أطلع برا بس جوا مصر معروف أنه جوا مصر الكبار أبدا منك تتعب في الزبالك فأنت لو هعتوز تلعب تلعب في الآهل يعني صح أكيد يعني أنا بقدر تتوقع أه طبعا مش بقول لكن أكيد الآهل لا أكيد 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 أكبر ناديين طبعا أكيد مع احترامي طبعا لنديات تانية لنديات تانية محترمة جدا طبعا بس ده اللعبت اللي بل الزمالكي بل اللي بل قدابه اللي هتشريب نادي الزمالكي بالزبط بس فأنا لا أنا وجهت إن شاء الله أنه أنا عايز أحترف وعلشان يعني زي ما قلت حياك يعني جرال ده موضوع مكانش معي أحسن حاجة ما شاركتش كتير السنة دي مع السنة اللي فاتت برضو مع اللي أربع سنين الصراحة يعني كان موضوع بالنسبالي مش أحسن حاجة في النادي أو في النادي ما كنتش بياخد فرصة فرصة كبيرة بس الحمد لله ما كنت بياخد فرصة طبعا كنت بقدي وبيشهد طبعا الناس كلها الحمد لله يعني بس فأنا لا أنا أحبب إننا نطلع بقى أطلع بره شوية كده تطلع بره وأكيد تحت أمر نادي الزمالكي في أي حاجة يعني في أي وقت أكيد لو أحتاجوني بعد ما أخد فرصة بره يعني أنت خالسه أخد قرارك أو بعد ما أخد فرصة بره إننا تطلع بره تطلع بره صحيح؟ لهاية لو ما فيش حاجة مناسبة بره هنشوف بقى ندرس لسا شوف أو واضح إنه هو في كتير يعني أو في كتير فتأخد قرارك أحمد الله مدرب أسباني برضو المنتخب مش قلقك الموضوع ده أنا عايف لأننا نجد مع تقريبة تاريو لا خالص مش قلقك هي طبيعية لأن إحنا خلاص في مصر بالنسبة لنا موضوع بقى الأسبان يعني حتى في النادي السنة اللي فاتت كان أوليفر برضو في الأهلي ديفيد فموضوع لا خلاص تحس إن أنت خلاص خدت على الموضوع يعني أنت خدت على السيستم الأسباني فلا موضوع مش موق الإطابة ده بالعكس بالعكس مميز أه طبعا مميز ومختلف على اللي كان موجود في الزمن أه مختلف كامتا حسين الحالة النفسية المعنوية عند اللعبين دي أنا فاهم ده مش اختصاصك في الأصل خسارة بطولات ممكن أمور مادية في شوية مشاكل كده ممكن تعطل اللعب حتى فنان في الملعب بسبب أمور النفسية أنت وإنت بتشتغل بتبحثتها في اعتورك هي النقطة دي بالذات ما كنت تشعيل همها في ناس كتير في الفرقة كانت دي مهمتها كابتان أحمد الأحمر كريم هنداوي لا أنا مش بقولك بقى أنك تتعامل معهم أنت نفسيا أنا أقصد أنه مثلا لو واحد النهاردة مش في مستوى واحد عنده مشاكل وانت بتحلل الأداء بتبقى متفاهم أنه حالته النفسية مش من زباطة فده السبب ولا بتبقى الشايف لا ببقى عارف أنه ده السبب طبعا بس الفترة دي ما بتطلش عند اللعيبة عشان زي ما بقول لحضرتك اللعيبة الكبار دي قدت اللبس أصلاً يعني عندنا في النادي دي حياة أي مشكلة بتحصل ما بتطلعش بجر الأداء صحية مشكلة مادية نفسية عائلية حتى لا إحنا أسرة واحدة كلنا الجهاز واللعيبة أي مشكلة عندك بتتحل يعني الحمد لله يعني دي نقطة قوية قوي عندنا في النادي صحية كابتا حسين انت شرفت ونورت الله يخليك بقى هنيك على الفوز وبتويتكسك وصلاً في النادي الله يخليك كابتا حاسب نورت الدنيا اتمنى لك حقيقة توفية في خطواتك اللي جاء ما كانت يعني والف مليون مبروك في النادي الزماني أنا بشكرك شكراً جزيلاً وشتصهارك المهارة الجاية واحد يعني بس وانت جايلنا بقى من أوروبا أيها إن شاء الله وإذن الله ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكون استمتعتوا معنا أشوفكم يا عرب على الف خير